السلام عليكم اليوم عندنا فتا جديدة وأنا متأكدة سوف أتعجبكم تبعوها مع ناحة الأخيرة بعض المرات الوحدة فينا تشعر بحياتها راتيبة وممنة تفقت نشي القرائبها وندخذ نتها تتاكل وكتنحس وبعض المرات الوحدة فينا تشعر بالدنيا ماشي غير أسطوانا تتكرر يوميا أنا وحدة من جوك لبنان أنا في شكل كما كنقول كنحس براسي مختلفة على الناس تذكيري عميق كنشوف كل شي بنادرتشة كوريبة واحد المرحلة من حياتي قررتني عادة مبقيتش اجتماعي يكيد كان حيث الناس بلوكي يجوني ثابين وأنامين ميتة زيت أفرام ميتة غريبة أعرف سمتها لي يا ماما ما عرفتش علاش بتارتها ولكن كتنحس بني حسب اللي مميزة كان قررت في السنة الثالثة كلية اقتصاد عاذبة من ديمة وأنا عاذبة عمار مبغيت شي واحد أولا عجبني شي راجع كلهم كيبانوا لي بحال بحال جي عانين وقيستاغلوا الوحدة ويلوحوها بحال كغدية البينة ويدوذوا الوحدة كرة هدفهم الوحيد هو التيتين الزين والاطاي وراكم عاطين تفوع لقوم من صغري ما كنحملش الرجال كون ما خفتش كون ندود عليهم بيموس من لودن حتى اللودن نخوي عليهم المازوتون شوية ماهم في الكرعين ديال العيد الكبير ولكن دوماج ما نقدرش يمكن خلعتكم كيفاش تخيلتوني شي واحدة طويلة وكلها سيكاتريس وكتلبس المزيق وكتهدر بحال شماك رياياك لا انا المظهر ديالي كيتناقض مع الافكار ديالي الشاسعة انا بنت زمينة ما طويلة ما قصيرة فيضل وشعرك حل وطويل فاي الظهر عيني اكبر بزداد يمكن اكبر حاجة فيها لاطاي ديالي كتير الانتباه وانا قاعدة حاجة عندي هي نكون محط الانتباه اخر اهتماماتي انتير الرجال او اللي يجيوا يخطبوني تكشي علاش من اللي بلغت وبدأوا ملامح الانوتة كيفانوا عليها واللي تكنلبس بحال الدراري قبيات عراض وطوال وسراول الجين عراض وشعري ديما ديرالو كرينات كنقرر روايات الاجنبية بزداد روايات الحب والغرام تأثرت بهم واللي تكنعيش في الاحلام يمكن احسن لي نبغي شخصية خيالية على انني متصاحا مع شي حدش لاهبي يجرجرني خمس سنين وفي الاخر يتزوج ببنت خالده بحال كيعودوا لي البنات مساكنة مع انه تلقاه لازين لاخلاق لا خدمة مقادة والنخوة للخوة ما عليناش انا كارية بوحدي كنسكن في اجادية عائلتي ساكنين في كاظا اصلا انا بنت مستقلة من صغري وخاكا نقرأ خدامة في حدث بيطار خطوصي ما كنديرش خدمة ولكن كافيان كنحقم الادوات ونعاون المرضى نعطيهم الدوع تقريبا بحالش فرملية الحاجة اللي كتعاوني في خدمتي هي اناني حنينة دكش علاش مكلقاش مشكيل وخاكا نتأثر بالذات باش كنشوفش حد مريض ما كنحملش نشوف الناس بيعانين ما كرهتش نعاون كل شي ولكن ما بإيدي حيلة عندي طموبيل وبلامي بشبالكم بعيد وماشي شي طموبيل واحد الخرشاشة قديمة في البيض شريتها بمليون قلش حاجة شحال من مرة شوهاتني في الطريق فاش كتوقف لي والناس كتكلاكسوني ولكن وخاكاك هاز زاني ومهنياني من الطبيسات والتاكسيات الحمد لله عمر نسقت وخال خدمة كنقدر نعطي الوقت لقريتي انا بنت دكية وطموحاتي كبيرة فاش كيسولوني صحاباتي اش بغيتي تكوني فاش تشدي الدبلوم كنقولهم غنكون ان شاء الله شي كادر بشي شركة امريكية كيبقا ويضحكوا عليا ولكن والله احتى كنحس بلي غدا نصليها شنهار احتى حاجة ما مستحيلة واحد اليوم جد عادي من ايامات الله فقت وفطرت ولبست حواجي قاميجة عريضة بزاف فيها كاروات بالحمر والفرق وسروال ديالبتجين عريض وسبر ديالا كحلة شعري كيف العادة درت ليه غرينات مجموعين وخاكي يضحكوا عليا ما كيهمش ما كنديرش الماكياج بزاف غير ايقاند الشمس وإلى كترت قلم دلعيني وخا انا اختصاصية في الماكياج كان عرف نديرو من داك الشي ما عليناش داك الصباح ما كانش عنديش محاضرة مهمة غير واحد كيفرعلي ناراتنا على اولا وفالاخر كيحط لنا شي حاجة عمرناش فيناها مشيت ديركت السبيطات وبديت الخدمة عادي جات واحد الفرملياخ الدامة محايا اسميتها جميلة هي اللي كانت صاحبتي تمها قالت زيزي انتي بخير عليش ما جيتيش البارح قلت لي ها ما كندش مثال ياختي تقارد ضحكات وقالت مالكيك لا باس قلت لي ها وراكي عارفة الامتيحانات والمصروف والماء والدو وهي تقول وانتي اللي مبغيتيش تزوجي مالكي اشخاصك الزين هو هاداك لا طاي هي هاديك شحان خطبوك وانتي منفخة قلت ليها سكتي سكتي ما تجبديش لي حس رجال يع صباح هذا ويلا فاطرة قالت وانا هاركت قتليني بالضحك انتي راكي عالان غير تسناي واحد العام ونلقاوك توجديد تكاشط قلت لي ها الله يلجيني بقينا عاطين هالهد راحتاجة طبيبو سكتنا جميلة مزوجة وعندها جوج دراري كدت موت على راجلها ولكن انا ماشي من النوع اللي يدير بحالها ويعيش حياة روتينية سبيطار فاش كنخدم داير الشراكة ويعاون نشي جمعيات في العروبيات كي سيفطوا الدواء والماكلة كل السيمانة وكي سيفطوا طبيب وفرمليات كيديرو دويرة تمامة عمرني مشيت ولكن هادا السيمانة جات فيي النوبة اياي على الظهر معاوقيتة الامتحانات القافلة غدا تمشي الوحد الفيلاج معا الخمسة دلاشية باش يالله يوصلوا معاديك ستة ويبدعوا نديروا دويرة في صبيطار الصغير اللي تمامة ونعاونوا المرضى حيث الحال بعيد تنمى شحال من مرة يجيبوا معاهم الناس لحالتهم صعيبة وشحال من واحد داروا لي عملية فابور كان نهار ثلاث وكانوا عندي جوج امتحانات واحد في الصباح ولاخر بالعشية وما سنسالح تلسطة داك شعلة تطريت ما نمشيش معاهم ولكن غدا نمشي بطموبيلتي واخاها ماشي اول مرة نديرها ولكن كان طلب الله ما تسكوتش ليه في الطريق دووست الامتحانات وشديت الطريق وكل شي غادي كلب وكل شي غادي نسيان احتلت دخلة ديال الفيلاج هادي ثاني مرة نجي لتنمى كتعجبني الطبيعة والناس ديالها كورة ماء وشي تواجن اياسا لهم بقيت غادة في واحد الطريق خاوية انا ما كان خافش تبارك الله عليها غادة وكان حلم شوية وانا نسمع شي صوت بحال شي حد كيغوة وقفت باش نسمع مزيان وسكت الطمو بيه حيت تبارك الله الصوت اللي كدير بحال الطنق سقلت باش نسمع وما كانوا علو شوية ثاني سمعتو شي حد بحال لا كيتعدم صوت راجل صوت غليط خفت ليكون شي حد واق عليه شي حاجة ولكن قلت مها راسيه ما نقدرش ننزل خصوصا من بعد دوك الاعلانات اللي كيديرو في الفيسبوك ديال دوك الشفارة اللي كيديرو القوالب باش يوقفوك في الطريق ويقري سيوك كان الضلام قريب يطيح وبحكم اننا في شهد ثلاثة كان البرد سمعت ثاني صوت وقلت معا راسيه صافية زي زفونا انتي اصلا ليش غادة غير باش تعاونين الناس يقدر يكون مسكين شي فلاح حدو الحلو او لا تلقى وليش شفارة نزلت من الطموبيل وهزيت الموت اللي خاشية ديما تحت الكوسة درته في جيبي وهزيت بورتابلي شعلت فيه البيل وتبقلت على الله الصوت جاي مور الشجر ما نبكتبش عليكم وخأنا شجاعة وفيت اعتقدش حال من واحد ولكن حسيت بالتبوريشة بقيت غادة بالشوية تابعة الصوت وكان سمع صوت الكلاب بعيد يمكن في شي دوار شوية صوت اولا قريب وتقطع بان ليش يحد متكي احدى واحدة شجرة شي واحدة كبيرة اذا عمال جدة كبيرة يحساب لي ميت ولكن يمكن هو اللي كيدير الصوت قلت مع راسي باينا غير نقرب لي وغي هجمو عليا من لي منو من نظر ويت كرفسو عليا تماما ولكن شجعت وبقيت غادة وكنقرب صافي دابة ولا واضح راجل لابس منطق حال طويل وصروال مقطع باينا فيه بحال شماكرية داير القب وعنده اللحية طويلة وشعره نازل على العينين ووجهه عامر بالتراب والدم ولا ما عرصت شجدك الشي الملامح دياله ما كيبانوش مزيان وشاد كرشو ويدوه عامره بالدم تخلعت وحركته بشوية من كتفو ما فاقش درت الببيل على وجهه باينا فيه ماشي من هنا الملامح دياله أوروبية يمكن من السياح اللي كيجي ولمغريب او اللادوك اللي كيضلو في البيرار مع البنات باينا شي حد تصرقوه تعدي علي بقيت كنفكر حتى سمعتو قال اعاونوني شفتو قلت ليكم ماشي ولد البلاد يعني ماشي شي عيصابة ما عندي مناش نخار قلت له بالفرنسية تهدنا سيدي اش واقع غدا نعاونك انا ممرضة تقريبا ممرضة بدك يكو حمسكين وكيتنفس بصعوبة حالته صعيبة وكيقطع في القلب ما عرفت منين نبدأ بغيت نعاونه ولكن عمي كنت ببحدي في موقف بحال هذا ديما انا غير كنعاون الطبيب كنعطيه الادوات والدوة عمرني كنت انا الشافة قربت ليه وقلست على ركابية داير ايدو على شي جرح كرشو كينزر حيت ايدو ما قدرت نشوف والو فضلان وما كان كيندير حتى نشد لبيه ضخت ما عرف تحتويش مضروب بالرصاص او لا جرح سطحي وثولته قولي يا سيدي كيفاش تجرحتي باش نعاونك حاولت بقى في الوعي ديالك حيتك تنزل قال ما تعيطيش البوليس عنداكي عنداكي انا حاولت نفيقه وما فاقش تخلعت كيفاش ما نعايتش البوليس سيت جروحه خطيرة غيموت بين ايديها لا 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 خاصني ندير شي حاجة بغيت نجرول الطموبيل ولكن هاد شي من سابع المستحيلات حيت كبير بالزاب وتقيل بقيت كنفكر وتفكرت الدول اللي في الطموبيل وادوات الاسعافات الاولية اللي خاصني ندير الدول اف من كلخة انا اعلاش ما نجيبش الطموبيل عنده مشيت كنجري وديماريت ادخلت للغابة ووقفت حدا الشجرة حاولت نجره وواله تقيل يلا دخل راسه فوق الكوسان وبقيت معاه شوية وهو ويفق حل عينيه بشوية ولقاني مضار با بغي ندخله فرحت فشفاق وقلت ليه وانا كنجره وكننهج انتا انتا تقيل بزاف ما نقدرش نهزك عافك حاول تتحرك اه هاكده اه زيد شوية اعارفها صعيبة ولكن حاول هاكدك مزيان اهانتا دخلتي ما تخافش كل شي غايدو زم زيان قدرت ندخله في التموبيل وبخطه موبيلتي ما كبيراش باش تهز واحد قدو ولكن غنشوف كين دير مشيت للكوفر وخديت البواطة للإسعافات وهزيت المقص شعلت الضوديا للتموبيل وبديت كنحل المونتو وقطعت التيشيرت بالمقص اي الجرحة كبير وكنت نزف خاصني نحقمها هزيت لالكول وانا كنت رعد حاولت نقلدك شي اللي كيدير الطبيب دي ما قدام عيني غادة تحرقوا بزاف قلت ليه خاصني ننظف الجرح غادي يضرك ولكن صبر أصلا الجسم ديالك قوي وغايتحمل ما تخافش فقدتي بزاف ديال الدم اشحال ديال الوقت وانتا مليوحة هنا وباش كتحز واش ضريتك شنا سميتك قول اي حاجة ولكن غير بقى فايق انا ماشي طبيبة ولكن مغنخليكش تموت غير درت الالكول فوق الجرح وهو يغوت شد ليه في قاميشتي وزير عليها وست عينيه بالجهد وزير على سنانه اشحال صعيبة تشوفي بنادمك يتعدب قدامك وانتي مقادرة تديري والو ماشي ضروري تكونيك تعرفيه ماشي ضروري كوني ولد بلادك اولا من نفس الديانة ديالك ما كنعرف والو على هادستيات حاجة وحدة اللي كتجمعنا هي الإنسانية وخاك نكره الرجال وشحال من مرة مني تندير ليهم إبادة جماعية ولكن فبحال هاد المواقف قاع الأحقاد كتلاجة حاولت نوقف النازيل كان مجروح بشي أداة حادة بشي جنوي أو لا حديدة حيث الجرحة ماشي ديال الرصاص الحمد لله مغنحتاجوش نخرجوها دورت علي هالفاسما مسيان وضغطت بالجهد بإيدي باش متعاودش تنزل كان وجهه بارد وإيدي حتى هوما باينا فقد التنب الزاف وعينيه الدو كيتقلبه وبدك يفقد الوعي لا لا ما خاصوش يتخاف في التكوين اللي درت ديال الإسعافات الأولية قالوا لي نبي اللي المريض إلي كان كينزف حاولوا تجمعه معاه ما تخليوش يصخف ودك شي اللي حاولت ندير قلت صابي قربنا نساليه باش كتحس حسن دابا ياك سميتي زي زفونة سمي فشك العاطلة كل شي كيقولها ليه ولكن هاليا المهم أنها عجباني قال اسميتك زوينا سميتي ويليام تقدرت عيطي ليه وين كان حس براسي ضعيف وعيان بغيت ننعز سمحي ليه بزاف خديت لك من وقتك في هذا الليل شكرا بزاف قلت لا ما تقولش هاكدا أقل حاجة نقدر نديرها أصلا خدمتي هادي باينا دوزي نهارك حل كاين واحد اسبيطار قريب وقاطعني وقال وقبل ما نكمل الجملة قاطعني وقال لا لا عافاك ما بغيت حتى شي حد يعرفني هنا ما نقدر نعود ليك والو دابا ولكن عمرني ندير لك شي حاجة خيبة خاصني غير نبرة ما تقولي هلتا واحد انا غادي نبقى هنا حرت معرفت من دير حسيت في واحد اللحظة باللي انا في فيلم من دوق اللي كنشوف في الان بي سي اكشن قاوي لي يك ما يكون شي مجرم ولا من داعش قاوي لي يك ما يكون شي مجرم لا مو حال ما بيناش عليه بصراحة بائنا عليه قدو قد الطور ويكون فيه شجو جميثرو وفيقى مواليد المصارعة الحرة بصراحة بائنا عليه قدو قد الطور طويل بزعف ويكون فيه شجو جميثرو وفورمته بحال مواليد المصارعة الحرة لا زد فيه شوية بائنا فيه مكرفز ولكن وخue هكذاك كي بان بوجوز اللحيات دياله طويلة بحال الليلة كانوا سادين على له وشعره قهوي وتويل وعينيه لونهم بيل اخدر وزرق ما كيبانش مزيان في الضوط الطموبيل صوته غليط بالزعب عندي زهر لي كيهدر غير بشوية حيث مريد اما كون خليته هربت ايديه كبار وخال موقف ما كيسمحش مديت ايدي باش القارنها بيدي فرق شاسة احتعقت براسي فاش كنتكر فاش سمعتو كيهدر قال قال فين انا قلت له معرفتيش احنا قراب الواحد الدوار ما جيت نكمل هدرة حتى قفزت تليفون صونا يلا طيف قفرتها نسيت راسي غيج الريو عليها من الخدمة ونسيت الامتيحان اللي عندي غدا في الصباح مشيت فيها جاوبت وقلت قالو سمعت على سلامة مضموازع ياك ما نسيتي راسك قلت سمح لي يا دكتور والله ما الخاطري وقفيت لي يدتو موبيل في مصر الطريق وكان الضلام واضطريتنا رجع للدار في تاكسي سمحوا لي قال كان عليك تعلمينا غدا نتفاهمه عندنا الخدمة دابع قطع وشديت راسي نسيتهم ضرت عند سيدة اللور لقيتو كيشوف في يوم استغرب قلت ليه هادا الشاف ديالي الطبيب كنا قاطع لي وفي نفس الوقت صدمني بهضرته بقيت حالة فمي قال انتي مغربية قلت له شنو كيفاش انت مغربي ولكن ما بيناش عليك كيفاش وعليش ما قلتيهاش لي يقبل قال واش حنا في المغرب اسم حيلي يا ما عرفتش أنا يحساب لي ما زالي نلهي قلت له والأكسن ديالك بحلي فخونسي قال انا نص مغربي الام ديالي مغربية والأب فرنسي قلت له اه متشرفين واش نو جابك لهنا وشكون دار فيك هاد الحالة يك ما هربان غير قول انا غدا نعرف نتصرف قال ما نقدر نقول لك والو دابا عدريني انا غادي نبقى هنا كنحس براسي حسن دابا قلت لي لا ما يمكنش نخليك هنا وزيادة على ذلك انت ما زال مرعد وبين فيك ما واكنش غاتمشي معايا ما عرفتش كين دير نخبيك ولكن غنلقى الحال ما خليتش ليه الوقت اعتارد دي ماريت الطموبيل والحمد لله دي مارات مزيان شديت الطريق الأقادية خاش شي ساعة العروب تقريبا باش نوصلوا تفكرت البوليس في الطريق ايلا شافوا الويل زعمة ويل في طموبيلتي غان مشي فيها غي حساب لهم غير مجرمة وانا ما قادع لحبازات ستاسيونيت في جنب الطريق ونزلت وخديد داك الكاش باش كيغطيه الطموبيل من الكوفر وقلت لي خذك تغطى بهذا ايلا شافوك البوليس مشكيلة رك عارف قفزتو مسكين كان ناعز عاونتو يتغطى ودرت فوق منو شي بوطات ودي ماريت وصلنا بسلام البوليس قاع محاشة اوهلية محسن ووقفت الخرشاشة قدام الطار وبقات اصعب مرحانة كيفاش ندير نطلعه بلا ما يشوفوني خصوصا العمارة في الساكنة كلها بناد يلا فاك والبرقاقة على الجهد بقيت كنفكر خليتو وطلعت للطار وجبت واحد لملحفة ستاسيونيت في بلاسة بعيدة شوية وحطيتها لي قلت هاك البس هادي باش ما يعرفوكش دين رأس كمرة المهم واخا ما كتشبش العيالات وطويل بالسهل غير حاول ناضب صعوبة وبتسامة متعبة على وجهه وقال واخا غنحاول المهم لبسها مشيت متأكد وما بالي يا حد الساعة كانت لحداش دلي انا كنسكن في الدوزيان يارب بيتخرج هاد الحريرة على خير بزز باش قدر يتمشى بقينا غادين في الضلام كالشفارة اخيرا وصلت ما طيقتش راسي فاش دخلنا وثديت الباب تلاحيت فوق الفوتاي عيت بالزاف انسيت قاع السيدر اللي مريض حدايا عاونتو حتى دخل الصالوم واتكفو قل فراش قلت لي باينا غايكون فيك الجوع انا غدا نوجد ليك شي حاجة مشيت الكوزينا ووجد شي تخربيك شي سوند ويتشات والعاصية اديتهم ليه وخليتوا ياكل ومشيت البيتي وبقيتك نفكر عاويلي شنو درتي يا زيزة فونا جبتي راجل غريب حتى للدار او مياه في المياه غيكون شي مجري مهربان من البوليف وشنو او راجل اي راجل تلاو بيالي بقيتك نفكر ايش ندير اش ما ندير خديتش فيتامينات وديتهم ليه لقيتو ثالث ماكلة واتكة قلت له هاك خود هادو غادي نفعوك وهو يقول لي إلي جات على خاطرك بغيت الطوالت قلت لي اه ها بطبيعة الحال اجي نوريك ولكن عندك تفكر الدوش حيط الجرح ما يستحملش الماء خاصته حتيت جمع وريتو الحمام ومشيت البيتي تفكرت الامتحان اللي عندي غدا عندي الظهر راجحت قبل حيط دابعي لنا غزيت الكتاب وحاول بنقرش وليا وانا مركزة مع الدف حليت حينية ولقيت الصباح قفزت بالخلعة شحال في الساعة الحمد لله ما زال يلاه التمنيه وانا داخل حتى العشر ورجعت التكليد اي جي باللاتي تفكرت فجأة البارح ودك الويل اويلة نسيته فقت بالزربة ويلاه بغيت نخرج وتفكرت باللي لباسي قصير رجعت تغطيت وخرجت مشيت للصانة وكان يقول ياك ما يكون ماذ ادخلت عليه ولقيته في قلاستو ناحس ما كيتحركش عيطت عليه وواله وما كيجاودش امينتي ياك ما مات ليه في الدار حليت الشرجم يدخل منه الضو ومشيت كان حركه بالجه وكان عيطه ويل 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 فاق مخلوع قال شنو كايا قلت شنو كيجاودش لبلايس ديال ادوات التجميلة خديت ماكينات الاحسانة ودكشي ديالهم وكنزرق كنحسبي للناس كلهم كيشوفو فيا احساس خايب بالسهد خايب كتر من فاش تقطع لي ياسروبان فاش كنت كندير سبوت الباك والناس كلهم ضحكوا علينا كون غيري تقطع لي يا دابا وما انطرش نحس بهاد الاحساس اللي كنحسبيه دابا هزيت دكشي كامل وخلصت ودرته في الطموبيل اللور ودي ماريت وصلت للدار وطلعت ادخلت للدار لقيت هاد ساقرة ما كاين حد اويل فين غايكونا مشاهد الويل ما كاينش في الصالو حطيت الميكات ومشيت كانقلب شوية وانا نقفص خلعني كان مورايا واقف قلت لي حرام عليك خلعتيني فين كنتي قال سمحي لي كنت كن طول من الشرجم قلت له اويلي اشدك للشرجم غايشوفوك الناس وغايحساب ليهم غير انا انا المهم ما تعودهاش بدك يقول شي حاجة اللي انا ما سمعتهاش حيث كنت كنخنزر فيه واو شحالة طويل كان بير قدام وقصيرة انا في ميد وستين كان كي حساب لي يا راسي عادية دا بعرفت راسي قصيرة داك شي علاش حتى كنسمحو قال داك شي علاش وانا نقول في خاطري ها هو تاني سالة وانا ما سمعت حتى جميلة قلت لي سافي ماشي مشكي خود الميكاترة ومحدة الباب انا غادا نمشي عند واحد صاحبتي ساكنة فوق منه وجوية وغادا نجي اوكي شاف فيه من الفوق لتحت ورجع الوجهي ركز على عينيه وفمي ورجع العينيه وقال خودي راحتك طلعت الفوق عند صاحبتي سانا صاحبتي معايا فلافاك دقيت وحلات عليا وهي كدهضر في التليفون ادخلت عند هالبيت مرون الماريو كله مجبوط قطعت وقالت ناري زيزي جابك الله ما عندي ما نلبس ايجي اختاري معايا قلت ليهو واش منيتك هاتشي كامل ومعندك ما تلبسي واخاها كداك بقات فيا مسكينا بقينا ساعتين كنختارولي هاشنو طيب انا وهند في الخر قاديناها ووجدناها قلت ليها صاف دابة هاد لعوجة ديالك غايجيبه مول عدول ما شي غير غايخطبك ضحكات وقالت من فمك لربي خرجنا من الدار وتسالة منها ونزلت لداري كان بامكاني نسكن مع البنات ولكن انا من النوع اللي مستحيل يسكن معا شي حد ويتأقلم معاها كان بغي نكون بوحد انفيق وقت ما بغيت والنعز وقت ما بغيت ما يبرزتني حد كنت لابسة بيجاما كما مهطوان بالزاف في الغول وتريب كوس روحي وجامعة شعري ادخلت للدار ومشيت البيتي واخديت الفيتامين ومشيت للصالون باش نعطيه الوان وقفت بلاستي واتصدمت قلت شكون هادا؟ هادا مو حال واش بنادر لا 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 هادا هارب من التلفازة هادا خرج ليه من شي مجلة ايش هاد الشي؟ هاد المرة بقيت حال لفمي فيه حاين باين حسن اللحية وقطع شعره قصير ومازال فيه الماء ووجهه بحال شي بابي صافي بحال المراية كان لابس تيشارت ومزير عليه خصوصا في الدراع حيت عندول عضلات كنت غدا نسخب حتى كنت سمعوه قال قولي الحقيقة كتموتي على اللون لك حال فيقني من القلبة وتفكرت راسي قلت لا غير هاد الشي اللي لقيت قال آلا لا شكرا بسان ومن الفوق هاد الشي جاقد دي بحال لعب رتيني ناري هاق بيا يالا طيب هاد الشي باش كان حس دابا معاش بليش وعمري حسيت بهاد اليحراش خاصني طبيب نفسي في اقرب وقت حاولت نجمع راس ونبين راسي عمالية لاقصى الحدود وقلت له مزيان اللي جاو قدك دابا خلينا من الحوايش نسيتي التحقيق قول لي يا بعدا شحال في عمري قلت فوق الطبلورة بعيد دي وشاف فيه بحال لك يستهزئ ولا معرفت شنو وحابس الضحكة ما كان حملش الطريقة باش كيشوف فيه انا فاش كان بغين تمنظر فيه كان ديرها بلا ما يعيق هو بالعكس كيشوف بلا ما يحشن كيطلع ويهبط فيه عمرني حساب لي باللي كان حشمل هاد الدراجة وخما عنديش حتيكاك نهائيا مع الجنسة الاخر كان كيحساب لي الكره ديالي لهم غيخليني ما نخافش منهم ولكن هاد بنادم العكس كيخليني نحس براسي ما عار فوال ومترده في ديق اللحظة ما كانت حتى مرايق دامي ولكن انا متأكدة باللي وجهي واللحمة حيث كان حسب السخونية وإيدي عرقاني فيقني صوته من التفكير قال عندي 32 حال قلت له مم وشكون دار ليك هاد شي واش داعش غير قلت هاد الجملة الاخرى والسيد مات بالضحك ما تقولوش هو اللي كان البارح كيموت قال لا ولكن هادي قصة طويلة وما غداش تفهميها كبير عليك قلت ليه كيفاش اسيدي في عمري عشرين عام وكتقول لي يا كبير علي قال عشرين ما بيناش فيك اول مرة نشوف بنت قدك كتلبس هاكده وكتهدر هاكده وكتدير لقرينات هاد بدا من دابة في محيو شحال من واحد قال لي يا هاد الهدر ولكن من فمو جات فشكاه عمرني تسوقت للناس كندير اللي براسي ولكن هاد المرة يمكن خستني نفكر بالله دي شكون هو باشي كريتيكي لباسي وهدرتي قلت واخا وشنو كتدير في حياتك إيه لك انتي مجريم قولها اللهم ما مجريم ولا كدان وفين كتذكر قال انا ما مجريم ما كدان وكنقلب على خدمة قالها بشدية وهو كيشوف ليه بعينيه قلت له واساكن هنا نيت اولا في فرنسا قال ماشي هنا وماشي في فرنسا هيت فلع لي هادا يا اما مريض عقليا يا اما صافي انا ترونت قلت له وعلا جيتي الهنا اه صافي نسيت باللي قلت لي ما نسولكش ولكن غير اليوم هيت باقي مريض حسيت بالصد ما عرفتش واشها في البيت ولا فيها قال ما خفتيش مني فاجأني بالسؤال وانا نقول له وعليش غدا نخاف انا ما كنخاف غير من اللي خلقني اصلا كن درسي لي اشي حاجة كن جمعتك بنص هاد عقت بش نو قلت ما عرفتش كون غيجمع لاخر بنص ابقي كيشوف وجهه ما في حتى شي تحبيه كون غير كانش واحد باليد ولا ضحوكي ولا كيهضر بالزاف بحل براهش اللي كيقراه معايا ما كنت غنلقى حتى موشكي قلت له واش مزوج هاتش وش كلمات خرجوا من فمي بلا منعاق ما كانش خاصني نقولهم كون غير ضي زهد ولكن فات الفوت قال لا وانت وانا نقولهم الا اصلا انا ما كنحملش الرجال اخر حاجة نديرها هي الزواج ناضب من فوق الطبلع وجه قلس حتى ايا فوق الفوت اللي في البيت بعيد شوية عليها ولكن بمسافة كافية باش قلبي ضرب ميتين في الدقيقة ابقي كيشوف ومركز على عيني انا نزلت راسي بالحجم وهو يقول وعلاش اعتقتيني الى ما كتحملش الرجال ها احنا بدينا عودتاني قلت له انا فاش شفتك في ديك الحالة بقيت فيها اصلا اعتبرتك ماشي راجل وقلتها بطيقة شوية استوعبت شنو قلت وانا نقول له بغيت نقول زعماء ماشي من الرجال عاد ما زدت كحلتها عودتاني وانا نقول له شوف ما تبقاش تشوف فيها هكدا عافك رح كان ارتابك واش معلموكش بالليحشو ما تبقى تطلع وتهبط في شي بنت السيد عاد حلات ليه لفراجة وحابس الضحقة خاصة غير صاشي ديالك ليا قال صافي فهمتك زيزافون شنو كتعني شنو كتعني اسميتك عمرني سمعتها اف واخيرا شي سؤالي ممكن نجاوب عليه لما نتخنق قلت ما اللي دلت ليه في الطموبيل ما بقيتش بدلتها دابا غتجيني سعيبة حيتفايق كون غير رجع صخف قلت له خاسمين بدل هاديك الفاسمة حيت ضروري تبدلها قبل ما يهضر حيضت تيشيرت دياله من الفوت وبقى غير باستروان انا كان شوف فيه غير بنص عين ما قدرتش نشوف فيه شحال من مرة حطيت في هات المواقب بحكم الخدمة ديالي ولكن اول مرة نكون هكذا كان كره راسي في هاد اللحظة مشيت للبيت وخديت البواطة ديالدوه ورجعت لعندو كان متكي وداير ايديه تحت راسه كانت ستاديا لعشية الضلام بدكي يطيح شعلت الطو وقربت ليه وبديت كان حل الفاسمة باش نبدلها حاولت ما نشوف شفشي جيها خرا من غير الجرحة كان حس بالإحراج يمكن حيت اول مرة ندير هاد الشي لشي مريضة بحاله جسم مثالي وجهزوي صوت كيدوب ونظارات كتختارك كنت موالفة بالرجالة اللي عندهم الكرش وليش هار فيه كان حس بيه كيشوف فيه ولكن ما قدرتش نشوف فيه حاولت نركز في خدمتي ندمت علاش ما خدمتش التلفازة او لاشي حاجة حيت صوت التنفس دياني وصدره اللي كيطلع وينزل ما خلاونيش نخدم وهو يقول فاشكت قرية زي زفونة صوته فيقنيها والتاني كان هاد المرة ما شبح للمرات الفايتة كان خافت قلت له في السنة التالتة اقتصاد قال ليه واشنو بغيتي تديري من بعد ما كنفكرش نعود ليها للاحلام ديالي الخيالية اليوم استهزئ مني بما فيه الكفاية قلت له نخدمش شاركة ما زال ما عرفتش باقي الحال حيت بغيت حتى ناخد الماستر قال اختيار موفق ودال ليه واحد لابتسامة اول مرة نلاحظ باللي عنده واحد تقيبة ديال الزين لحنكوليزر ما رديتش ليه لابتسامة ايش بيني وبيني فرحت حيت اخيرا ثاليت بغيت النوت وشدني من ايدي فاجئني جرني حتى كنت غدا نطيح عليه ولكن شديت راسي قال لي بصوت خافة وعيني ديما في عيني ما عرفش كيفاش نشكرك ما خليتوش يكمل حيت جاتوا واحدة تصرفيقة وخما كانتش قاسحة ولكن باينة لي فاجئاتوا قلت ما تقيسنيش ابنات اشنو بغي مني اصلا كنت عارفك علش نعوي ايه لكنتي موالف هادة تصارة مع ابنات بلادك انا ماشي منهم نوضج محلية حويجك وخرج يلا هدابا كنت معصبة بالساف وكنت نفس بالجهد ما عرفتش علش درت هاكده ولا علش قلت لي هادشي ولكن انا عندي فوبيا من شي حاجة اسميتها الرجال فاش كان متبت ما قلنا وعلو ولكن توصل به الوقاحة يقيس لي يا ايدي هاديك من قبلهاش نط بالجهد وهو مصطوم ما لقى ما يقول قلت له يلا واش مكا تسمعش خرج عليا اعطيني بالتي ساعة من بعد الكلام اللي قلت ليه ادخلت لبيتي وسديت عليا تعصبت بالزاف كل شيء اللي قيسني شي راجل اصلا ما بغاش ننتزوج غير على هادشي وكنت مشيت عند واحد الطبيب نفسي وفاش عاوتليه المشكيل ابقى كيت راع علياشي اسئيلة بحال واش فايت تعرضتي لاغتي صعب او لا تحرش شينسي واش عشتي طفولة صعيبة واش كانو كيدربوك واش انتي رادية على الجسم ديالك هادشي كلو ما منوالو وما كنظنش شي واحد عزيز عليها راسها بحالي الجسم ديالي زوين ديما كنشوف راسي في المراية بالسوايا يمكن مسكونة او ويلي اش كنقول نطب شوية وحطيت ودنيه لالباب باش نسمع ما كانوالو شنو زعمة يكون مشا لا ما يمكنش ما زال الجرح ديالو مبراش واصلا ما عندو فين يمشي واحد القاعدة خائبة فيها كان بقى نتشاور مع راسي ونتناقش داخليا الوقت طويل انا ماشي من النوع اللي كياخد قرارات سريعة كان خاصتني ربعا وثلاثين دقيقة باش نقرر نخرج ونشوفو شنو كيدير عرفتها ربعا وثلاثين حيت منلي دخلت وانا مقابل لستة علم عنقا في الحيط اخيرا قررت نشوفه شواقع حليت الباب بشوية وكيت كان تمشي على صباعي بحال شي شفار طليت بشوية على الصالون كان خاوي حسيت بشي حاجة في قلبي احساس خيب بحال نيلة ندمت على دكش اللي قلت انا ديما هكدا حتى كان قحلها عاد كان ندم ادخلت وما كان حتى واحد وبديت كان عيد ويل 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 كان عيد ويل وما كيجاوبش دارها بس صح وخرش يمكن كان خاصني نفراح ونرتاح اولا حيت رجعت تاني بوحدة في الدار حتى حد ما يبرزتنا تانيا حيت هو شخص غريب ما كنعرفوش وباينا فيه شي حتى بعينه المشاكين تالتا حيت هو راجل وأنا كنكره الرجال ولكن وخاها كدك ما فرحتش بالعكس حسيت بالندم والفارغ بقى فيه ما عندو فين يمشي وما دار والو انا حمقى علش تصرفت عكدا هاد المرة ما تعطلتش بالزعف البست المونتو السرق ديال الجين ودرت الكاشكول لكحل ولبست صندالة دليميكا هزيت سواد ديال الطموبيل وخرجت فين؟ ما عرفتش الموهيم نقلب عليه بقيت غادة في الزناقي كندخل من هنا ونخرج من هنا ما بينش ليهو ساعة وانا كندور الضلام طاح والصعيب نلقاه في هاد الوقت والجو بارد بارد نيت ولكن ما فياش البرد فيا شوية ديال الجوع من الصباح ما كليت وقفت قدامه حدثي بأغماغشي نشري شي حاجة لنموت بالجوع وانا داخلة سمعت شي حد كي عيط زي زافونا درت لقيته رضوان ولد خالي حتى هو ساكن في أقادير كيقول علق بالقراية ولكن شي قراية ما شفناها داير لفاك ديال العلوم من اللي عقلت عليه حلف هاد الديبلوم لشده مسكيه كي يجيني دريف حشومي وضحوكي وكبر مني بخمس سنين طول مني وصمرو زوئونا قلت له أهلنا رضوان صافا قال الحمد لله شنو كتديري هنا في هاد الوقت واش مخفتيش قلت ليها لا عادي ماشي أول مرة غير خصها تنشي حاجة وجيت نجيبها بقى كيشوف فيي بنظرات ديال شي حد هازلي قلهم عارفة راسي حزيز علي وهو ما يقول المرة الجاية فاش تبغيشي حاجة عيطي ليها جوش خطوات وهانا عندك ما نبغيش يتعرض ليك شي حد ما نبغيش يتعرض ليك شي واحد في هاد الليل راكي عارفة الوقت خايبة مسكين كون حرف بي الليراني مدخلة راجل غريب للدار وماشي يحتمل لبلاد ازع ما بغيت نقول كنت مدخلة حيت صافي دبا مشا قلت له ما بغيتش نصدعك وراك عارفني عزيز علي ينعتمد على رازي حيت ما جيت فين نكمل حتى وحلات ليه شفته هو هاداك داك الويل انا متأكدة باللي هو وانا نقول هو هو والله حتى هو اياه وناري بلا منعيق بديت كنغوط حتى عقت برازي قال لي يا ردوان شكون هذا زي ذافونا واش تسطيتي قلت ليه هو ردوان الشوكولات اللي من الصباح كنقلب عليه راه هو لهيه اسمح لي يا خلعتك قال كيبال ليه خاسني نقول عمتي تجي تسكن معاك راه سكنة بوحتك هي اللي غادة تخليك تسكني شي نهار قال هو هو كيدحك وحتى انا اضحكت وبالجال حيت فرحت فاش تيقني كون عرف كون مشيت فيها غايقولها لكل شي انا عارفة واولهم بابا قلت لي يا الله بسلام عليك ردوان انا غدا نمشي نشري ومن بعد نمشي للدار قال بسلامة الله يوفقك في قرائدك وتهالله ليه في راسك غير سلم علي ومشى وانا نضربها بجريا كنقلب عليه في البلاسة في مشفتو دايز كنجرب حل شي مستطية والناس كيشوفو فيها وخا كانت العشرة ديها لللي ما زال الناس داخلة خارجها قلبت كل شي ووالو سرطاتو الأرض ابقى فيي الحال كون ماشدك الحلوف دي الردوان كون القيت دابا اشتركوا في القناة